اليوم نقدم لكم هذه النبتة الغاربة اللي راكم تشوفوا فيها اللي يقولون لها بالفرنسية أوفورب ريفي ماتين الاسم العلمي أوفوربيا إليوسكوبيا و الاسم هذا تاع أوفوربيا جانا من القراك يعني مليونانية وسبحان الله هذا اسم تاع الطبيب تاع الرواء مازيغ جوبا عندها الفين سنة تقريبا اربعين سنة مقبل سيدنا عيسى عليه السلام و ايليوسكوبيا يتنقسم على زوج يعني ايليو معانتها الشمس و سكوبيا معانتها تورني يعني هذه النبتة هذه سبحان الله يعني دور مع الشمس يعني وين تروح الشمس راهي تعنت فيها يعني دور معاه وبالفرنسية يسميوها أوفورب ريفي ماتين يعني عندها مام صنص مع الاسم العلمي يعني النبتة هذه كيطة الشمس تبع لمجرى تاع الشمس وبالعربية عامتان يسمو لها الجيجان او الفيربيون الشمسي يسموه ثاني الحلبوب و عنده تسميات واحد اخرى عديدة و ما تنسوش تقولون انتم ولا تعرفوها انا في الجزائر كيف تسميوها في المنطقة تاعكم كيمامدارين ولكن لازم تعرفو ان النبتة هذه سامة جدا جدا يعني اللاتكس هذا ولا الحالب هذا اللي تطلق النبتة هذه اللي طري 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 توكسيك و قريب من السيان يور يعني من اعنف سموم في العالم و حين تعامل مع النبتة هذه ابدا نديروا اللاتكس هذا ولا الحالب هذا في العيون تاعنا ولا في الميكوز يعني من ديروش في الفم ولا ناكلوها النبتة هذه راي يدلنا مشاكل صحية كبيرة و الناس الروعات خاصة راهم على بلهم بسميت عن نبتة هذه خاصة كي اكلها الشتاحهم ولا المالتاحهم يعني يقدر يمرض بطريقة عنيفة جدا و كنزمان يستخدموا النبتة هذه الداخليا في بعض الحالات المراضية و ما زال يعني كاين اللي راهم يستخدموها شخصيا لا انصح يستخدم النبتة هذه لانها عندها سومية كبيرة يعني ان ترم با دوريسك يعني تو سمبل ما و ثاني في الاندوستري فارماسويتك يعني في صناعة الادوية كاين اللي يستخدموا مستخلصات النبتة هذه لبعض الامراض اصابور ديزونتي انفلاماتوار يعني مضادة الالتهابات و لكن النبتة هذه عندها خاصية ولا فائدة فعالة جدا لاستعمال خارجي خاصة في ثلال لينقلوا لاحناية في فضلي لان النبتة هذه عندها تسمية واحد اخرى بالفرنسية يقول لها ليربوفيرو يعني ليفيرو هم ثلال باللغة الفرنسية دونك ما كان حتى مشكل استخدام النبتة هذه في هذا الحالة و كاين اللي يستخدموه بكل بساطة الحالي بولال والتكسا ذاك يوضعوه فوق ثلال ديراكتومو حتى تختفي ثلال شخصيا ما استخدمت هذه الطريقة ولكن الطريقة الأخرى هي أن تحكموا الأوراق على النبتة هذه وتطحنوها بانزوج حجرات ولا تهرسوها بانزوج حجرات حتى يخرج الماء ذاك تعنبت هذه تحكموا انكوت منتيج وتشمخوه بالماء ذاك تديروه فوق ثلال ذاك والتي في ضليوين ولا ليفيرو يعني تديروها كذا بياه فوق ثلال ذاك و تريبيتي و زوج خطرت في النهار حتى يروحوا بإذن الله تعالى و يعني سيطرت ريزيفيكاس يعني مجربة بإذن الله ولكن كما قلت لكم حرصوا حين استعمال هذه النبتة هذه يعني كما قلت لكم ما تديروش العينيكم ولا الفمكم خاصة للاتكس كما كم تشوفون نمسيتو بيدي ولكن غسلت يديها ماشي مشكل ولكن انتو ما حرصوا على النبتة هذه عرفوا باللي إليه ما لا ان شاء الله عجبتكم الفيديو استفتوا منها دونك نقولكم اختر اخر ان شاء الله صحاف طوركم طالوا في روحتيكم ما تنسوش صورتو جامع بارتاج لكي يستفيد الجامع كان معاكم عيصان باي من دار الكنوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته